الكوارتز كلمة ألمانية قديمة وتعني القاسية أو الصلب وحجر الكوارتز هو المعدن الأكثر شيوعاً في صخور القشرة القارية التي تكون أكثر وضوحاً في حال خلوها منه في حال وجودها ويمتلك الكوارتز الصيغة الكيميائية الأبسط وهي ثاني أكسيد السيليكون وجيولوجياً يتحول الكوارتز إلى بلورات عند تعرضه للضغط الشديد حيث تشكلت رواسبه الكريستالية منذ ملايين السنين واستخدمت عبر الزمن لأغراض صناعية متعددة كاستخدامها في صناعة الساعات والكمبيوتر والراديو كما أنها تستخدم لزخرفة وتزيين القطاع الفنية وفي المجوهرات وتعد ولاية أركانساس في أمريكا واحدة من المناطق في العالم التي تمتلك مخزوناً من رواسب الكوارتز كافياً لتبرير عمليات التعدين التجارية حيث تتيح بعض المناجم فيها للناس فرصة التنقيب عن الكوارتز بأنفسهم ولصالحهم خصائص حجر الكوارتز يتشكل الكوارتز من العنصرين الأكثر تواجداً في القشرة الأرضية وهما السيليكون والأكسجين وللتعرف أكثر على حجر الكوارتز فإن لآتيت هي من أبرز خصائص حجر الكوارتز لحجر الكوارتز بريق زجاجي يحتل المرتبة السابعة على مقياس موس لصلابة المعادن يشبه تحطم الكوارتز عند كسر تحطم الزجاج يعتبر حجر الكوارتز مقاوماً قوياً للظروف الجوية كما يمكن إيجاده على شكل فتاة متأكل في التربة والأنهار والشواطئ لحجر الكوارتز قيمة عالية في العديد من الثقافات والمجتمعات وذلك لكونه حجر شبه ثمين ولإمتلاكه خصائص كهرود غطية أنواع والوان حجر الكوارتز فمنها الكوارتز الصخري الكريستالي الواضح ويكون هذا النوع عادة عديم اللوني الكوارتز الحليبي ويمتلك اللون الأبيان الكوارتز الدخاني وله لون أسود الكوارتز الأرجواني وعادة ما يسمى بالجمشت الكوارتز الزهري ويسمى أيضاً بالكوارتز الوردي أصناف الكوارتز الصفراء أو البرتقالية وتسمى بلسترين استخدامات حجر الكوارتز لحجر الكوارتز أهمية اقتصادية كبيرة حيث تعد العديد من أصنافه أحجاراً كريمة كحجر الجمشت والسترين والكوارتز الدخاني والكوارتز الوردي إخي الباحث دا أعجبك الفيديو وضع بصمة مرورك من هنا